اشتركوا في القناة يراقب باستمرار الضباط الآخرين وهم يقامرون لكنه لا يلعب أبدا ذات ليلة يروي تومسكي قصة عن جدته الكونتيسة العجوز منذ سنوات عديدة في فرنسا خسرت ثروة في فارو ثم استردتها من خلال ما يسمى سر البطاقات الثلاث الفائزة والذي تعلمته من كونت سان جيرما سيء السمعة فيصبح هيرمان مهووسا بالحصول على السر الكونتيسة التي تبلغ الآن من العمر سبعة وثمانين عاما لديها خادمة شابة اسمها لزافيتا إيفانوفنا يرسل هيرمان رسائل حب إلى لزافيتا ويقنعها بسماح له بالدخول إلى المنزل هناك يقترب هيرمان من الكونتيسة ويطلب السر تخبره أولا أن القصة كانت مزحة لكن هيرمان يرفض تصديقها فيكرر مطالبه لكنها لا تتكلم يسحب مسدسا ويهددها فتموت السيدة العجوز من الرعب ثم يهرب هيرمان إلى شقة لزافيتا في نفس المبنى هناك يعترف بإخافة الكونتيسة حتى الموت بمسدسه يدافع عن نفسه بالقول إن المسدس لم يكن محشوا بالرصاص يهرب من المنزل بمساعدة لزافيتا التي تشعر بيليش مئزاز عندما تعلم أن تظاهره بالحب كان فقط لإخفاء جشعه يحضر هيرمان جنازة الكونتيسة ويخشى رؤية الكونتيسة تفتح عينيها في التابوت وهي تنظر إليه في وقت لاحق من تلك الليلة يظهر شبح الكونتيسة يسمي الشبح الأوراق الثلاثة السرية ثلاثة سبعة آس ويخبره أنه يجب أن يلعب مرة واحدة فقط كل ليلة ثم يأمره بالزواج من لزافيتا يأخذ هيرمان كامل مدخراته إلى صالون تشيكالينسكي حيث يقامر الأثرياء في فارو مقابل رهانات عالية في الليلة الأولى يراهن بكل شيء على ثلاثة ويفوز في الليلة الثانية يفوز بالرهان على سبعة في الليلة الثالثة يراهن على الآس ولكن عندما تظهر البطاقات يجد أنه راهن على ملكة البستوني بدلا من الآس ويخسر كل شيء عندما يبدو له أن الملكة في الورقة تغمز له يصاب بالدهشة من تشابهها اللافت للنظر مع الكونتيسة العجوز فيهرب مرعوبا في ختام القصة يكتب بوشكين أن لزافيتا تزوجت من ابن وكيل الكونتيسة السابق وهو مسؤول حكومي يتقاضى راتبا جيدا أما هيرمان فإنه أصيب بالجنون وأدخل مصحة عقلية تم وضعه في الغرفة رقم سبعة عشر في مستشفى أوبيخوف وهو لا يجيب على أي أسئلة لكنه يغمغم بسرعة غير عادية بكلمات ثلاثة سبعة آس ثلاثة سبعة ملكة أتمنى أن يكون ملخص ملكة البستوني قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر